اشتركوا في القناة على ما بذل من جهد برغم الملاحظات التي سأذكرها الآن أولاً لخ الرئيس في أمر في غاية الأهمية هناك مخالفة دستورية للمادة 147 من الدستور لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية الميزانية الحالية فيها مبلغ 481 مليون دينار لما يسمى بالبدل النقدي للموظفين أثناء الخدمة هو ليس في هذا العام هو في العام الماضي وكان يفترض أن يكون هناك اعتماد وقانون منفصل تطبيقاً لنصوص الدستور واحتراماً لسنوية الميزانية المذكور في المادة 140 من الدستور هذا الأمر لا يحدث لذلك هناك في مخالفة دستورية أنا أعتقد يجب على الأخوة تصحيحها الأمر الآخر سأبدأ الأخ الرئيس في بعض المخالفات القانونية العديد من الأخوة الزملاء في الكلمات السابقة حتى لا أكرر هذا الأمر يقولون أننا الآن نحن أمام أكبر ميزانية في تاريخ الكويت وترى كل سنة عندنا أكبر ميزانية في تاريخ الكويت لكن يفترض أن تكون أكبر ميزانية مقرونة بأكبر نهضة والبعض تسائل ليش ما في نهضة مرتبطة أو مربوطة بأكبر ميزانية والسبب ترى واضح وأنا أستغرب يعني لم يتطرق أحد من الحكومة ولا الأخوة في اللجنة لهذا الأمر السبب أن ماكو خطة أنت عشان تكون عندك نهضة لازم تكون عندك خطة أنت يا يتقدم لي ميزانية الآن ما فيها خطة مو بس ما فيها خطة ولا بس ما مرتبطة بالخطة مخالفة لنصوص القانون وسأوضح بكل يعني في قانون اسمه قانون رقم سبعة لعام 2016 في شأن التخطيط التنموي هذا القانون حل محل قانون رقم ستين لعام 1986 القانون هذا ينصف المادة ثلاثة يراعى عنده إعداد الميزانية العامة للدولة أو عنده تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بمكونات الخطة السنوية وين الخطة السنوية؟ وين الخطة السنوية؟ منه فينا تطلع على الخطة السنوية قبل مناقشة الميزانية؟ خطة مو برنامج عمل المادة تسعة من نفس القانون يُعرض مشروع الخطة السنوية بعد إقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع الميزانية العامة للدولة يُعرض مع مشروع الميزانية العامة للدولة طيب ليش ما أُعرض الأخوة في مجلس الوزراء؟ أنا خاطب الحكومة طبعاً ما أحد من المعنيين في الحكومة سوى وزير المالية أو اللي موجود ويرج طيب ليش ليش ما أُعرض؟ تنفيذاً لأحكام هذا القانون ماشي خل مادة ثلاثة ومادة تسعة مادة أربعة عشر من نفس القانون رقم سبعة لعام 2016 يُنظر مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل في مجلس الأمة على وجه الاستعجال طيب شون بمفض دور الإنعقاد؟ ولم نتطبق هذه المادة؟ حمسولية الحكومة مو مسؤولية اللجنة يجب أن يُعرض قبل أن يُفض دور الإنعقاد يجب أن يُعرض بالتزامن مع الميزانية وإلا تصير نفس المشكلة وكل سنة بنقول نفس الأمر آخر يا الأخ الرئيس آخر قانون خطة إنمائية سنوية كان قانون رقم 11 إذا ما تخلني الذاكرة لعام 2015 قانون رقم 9 لسنة 2010 اللي هو الخطة الخمسية من 2010 إلى 2015 أو 14 قانون رقم 11 لسنة 2015 بإصدار الخطة الإنمائية من 2015 إلى 2016 إلى 2019 قدم ونوقش كان فيه غطاء تشريعي بعد ذلك آخر قانون قدم من حكومة صباح الخالد مرسوم رقم 94 للخطة الخمسية من 2021 إلى 2024 إلى 2025 إلى مجلس الأمة في حكومة سابقة أو حكومات سابقة حكومة صباح الخالد هذا المشروع من الحكومة الحالية أو الحكومة اللي قبلها لم يسحد لم يعدل لم يقدم بديل فنحن الآن أمام حالة صارخة وواضحة لمخالفة قانونية غير المخالفة الدستورية اللي تكلمت عنه في المادة 147 لذلك هذا الأمر لا يستقيم دون تعديل أيضاً لخ الرئيس هناك العديد اللي أتمنى الوقت يسعفني من الملاحظات اللي يمكن يجاوبوني الأخوة في لجلة الميزانيات أنا شفت الميزانية وحاولت أدرس كل الميزانية وهذا أمر مسهل في ضيق الوقت لكن لم أجد إدراج الكلفة المالية للنفقات الجديدة للمشمولين بالتأمين الصحي عافية مجلسة قرية طيب إحنا برد نخالف الدستور بعد القانون المجلسة قرية وفقاً لي تقديراتكم أنه ستكلف تقريباً 177 مليون هذه لم أجدها أنا في الميزانية إذا موجودة في الميزانية أرجو من الأخوان في اللجنة يبلغوني بس أنا ما وجدها وبالتالي شون بنصرف المجلس خلص قانون أضافيات جديدة لكن في الميزانية لا يوجد أموال لهذه الفئات الجديدة فأحد أمرين يا ما رح نصرف لهم أو رح نصرف لهم ونخالف المادة 147 ونخالف المادة 146 ونخالف المادة 147 من الدستور وهذا أيضاً لا يجوز لأخير رئيس ما جاء في القانون رقم 7 لعام 2016 في المادة 5 يراعى عند إعداد الميزانية العامة للدولة وعند تعديل الاحتمادات في المادة 5 التوازن ما بين النشاط الاقتصادي العام والنشاط الاقتصادي الخاص وين التوازن في النشاط الخاص والعام إذا كان تقريباً 89% أو 90% هو في النشاط الاقتصادي العام فستستمر هذه المشاكل وسيستمر العز التعليم نحن الأعلى في الأنفاق والأقل في الجودة ما هي المعالجات الموجودة مشكلة السيولة الأخ وزير المالية اللي أدري يعني بتواجهها والله يعينك عليها عندك عجز 6.8 مليار نقطة التعادل حتى تغطي هذا العجز هي حسب ما شرحته 92.9 93 دولار للبرمين ما في أي ساذج ممكن يصدق بأن أسعار النفس سترتفع خاصة مع استضافة أشقاعنا في المملكة العربية السعودية لمحادثات السلام فيما يتعلق بحرب روسيا وأوكرانيا الكل يعلم أن الارتفاع على الأسعار بسبب هذه الحرب وبالتالي يجب أن نكون واقعيين ونعلم بأن هذا السعر سينخفض طيب شنو سوينا احنا شنو استعدين احنا الآن ميزانية بلا غطاء تشريعي لأول مرة بعد 21 لازم تصدر الميزانية بغطاء تشريعي ما في غطاء تشريعي طيب إنزين هذه العجوزات الشون بنواجه هل بنقوم نفس الفائض بنقطع على عز السنة السنة الياء ما بنسوي أيضاً هناك ملاحظة فيما يتعلق في إمدادات الطاقة وزارة الكهرباء الأخ وزير الكهرباء هذا موجود أول مرة أنا أشوف في الميزانيات فيه على أغلب النسبة لي وأنا أعتقد بأني متابع جيد الميزانيات أول مرة أشوف أنه فيه اعتماد ما يقارب 30 مليون لشراء الطاقة من هيئة الربط الكهربائي بدول مجلس تعاون الخليجي والله الدنيا إحنا اللي كان مفروض اللي كنا نصدر طاقة الآن أصبحنا مضطرين لاستيراد هذه الطاقة للإيفاء بالحد الأدنى من احتياجات المواطنين هذه أول مرة ترى تصيل أول مرة موجودة هذا خلل يفترض أن يعالج شون يعالج؟ يعالج بوجود محطات طاقة كهربائية جديدة طيب وين؟ ما لها ميزانية أو على أغلاء أنا ما شفت ميزانيات لمحطات الطاقة الجديدة الاختلالات الاقتصادية أنا بيّ لا أخ وزير المالية بما أنك أنت وزير مالية وأيضا وزير نفط هل يعقل؟ وهل تقبل؟ لحد الآن ما عندنا لم يشكل المجلس الأعلى البترول؟ إحنا دولة أحادية المورد بترول بس من 2020 ما عندنا مجلس ناهيك عن الشواغر الأخرى في المكاتب عن الكل يدر أن لا عندنا بلدية ولا عندنا مدير تأمينات ولا عندنا رئيس أركان ولا عندنا لكننا نتكلم عن إحنا دولة أهم مشاكلنا أحادية المورد لم يشكل المجلس الأعلى البترول لذلك أنا أتمنى منك مع الوزير بأن تسرع في هذا الأمر وأن تأتي بكفاءات من تعتقد أنهم سيكونوا أمناء على هذا المورد الأخ الرئيس أو الأخ المعال الوزير الأختلالات التي تكلمنا عنها أمس في الحالة المالية وقد لا يسعفني الوقت الآن لذكرها هي اللي مفروض تعالج الميزانية هي مجرد تكرار لميزانيات الأعوام السابقة دون حلول دون مراجع دون خطة شون بنمشي شون عم بنقرر الميزانية